المدربين الشباب غير معد ناس كتير وأسماء كتير من المدربين عملوا حراك في وسط الكرة المصرية وفي الدوري المصري فيما يخص التدريب معنا نموذج في منتهى الجمال من المدرين الفنيين والمدربين المصرين اللي قدروا يثبتوا وحققوا بطولات ونجاحات فيه واحد من أعنف وأهم الدوريات الخمس الكبرى الدوري الألماني يمكن على مستوى فريق الشباب 21 سنة مع نادي فولفوس بورج الألماني ولكنه يظل علامة أمل وتجربة في منتهى النجاح نعضفنا النهاردة كابتن إسلام شهين المدير الفني لفريق 21 سنة بنادي فولفوس بورج الألماني السابق طبعا كابتن إسلام مشرفنا ونوارنا دانورك أخبرك ليه؟ الحمد لله كله تمام نوار مصر دانورك ربنا بدايتك كانت إزاي ورحت هناك إزاي وإزاي اشتغلت وإزاي وصلت أنت تبقى مدير الفني لنادي أو لفريق 21 سنة في نادي فولفوس بورج أنا موليد في ألمانيا بابايا جي 1960 على ألمانيا عمل هجرة من مصر دراسة على ألمانيا وأنا اتولدت في ألمانيا مع أخواتي وشأيت طريقي يعني عادي خالص من الطفولة رحت المدرسة رحت بعد المدرسة رحت طبعا اليونيورسيتي الواحد عملت دراسته كلها في ألمانيا بس أنا وانا كان عندي أربع سنين بدأت ألعب كورة كنت في المجال كورة كويس قوي كنت تالنت ولعبت في منتخب برلين ولعبت كذا يعني لعبت في درجة تالتة في ألمانيا والحمد لله يعني كان كويس كنت يعني في توفيق وأنا من سن 34 حابب الكورة طبعا أبي مدرب عملت اللايسنس في ألمانيا اللايسنس في ألمانيا صعبة شوية هي عاملة زي دراسة هي خمس سنين لحد ما واحد ياخد اللايسنس العالية هي بتبدأ بالCBA وبعدها بيجي وقيفها Pro Level أخدت الدراسة دي كلها وجبت أحسن أعداد وجبت أحسن Level والحلو في ألمانيا أنت ما بتعمل اللايسنس ممكن تعمل زي انتا شبنج تاخد خبرة عمل أنا رحت أخدت خبرات في أسبانيا أنا بحب الكورة الأسبانية قوي وأخدت خبرات في هولندا المدرسة الهولندي دي جامدة جدا طبعا وإنجلترا ومع طبعا العلم الألماني عملت انتا شبنج مع ليفر بول ومع باصلونة بي تيم كان على إيمية باب كواديولا ماسك البي تيم وآيكس أمستادام الناشئين مع مستر آغون بنتان دي عملتها أنا مع الدراسة اللايسنس خبرة الألماني الهولندي الإنجليزي وطبعا معيها الأسباني ده كله قبل ما تبقى أنت مدير فني لفريق 21 سنة في الفوزبورد بالضبط يعني ده كله أنت كده بتحضر نفسك بس التحضير ده أخذ وقت قدي تقريبا منه حوالي أربع خمس سنين من 2008 إلى 2013 كلوقت ده أنا أخذت الانتا شبنج وطبعا واحد أخذ خبرة مع المدربين الكبار دول وأكيد كمان مع الكورة الهولندية وكورة الأسبانية والكورة الإنجليزية وطبعا العلم اللي واحد واخده في الاتحاد الألماني عشان اللايسنس بتيجي من الاتحاد الألماني للكورة الألمانية في آخر فترة لازم واحد يعمل في نادي ناشئين بيلعب بوندس ليجا لازم واحد يعمل آخر ستاب الستاب ده أنا عملته أنا في الفوزبوك كان فريق تحت 19 أخذت خبرة هناك وبعد الانتا شبنج المدير الفني اللي كان ماسك الفريق ده أنا كنت مساعد بتاعه مستر شميت هو كان هو الأساسي اشتغلنا مع بعض أخلنا بطولة ألمانيا في التحت 19 واخدنا كاس ألمانيا وكانوا فيه لعيبة الواحد كان يعني عملهم سكاوتن وبناهم زي يوليان برانت يوليان برانت النجم الكبير اللي بلعب دلوقتي في بروسيا دوتموند وماكسيميليان آرنولت ده أساسي دلوقتي في الفوزبوك الفرس تيم بلعب بوزيشن سيكس دي لعيبة كلها كان واحد بيحضرهم للفرس تيم كانوا معاك في التيم كان معانا في التيم كانوا معانا في التيم الألقاب أو الإنجازات اللي انت عملتها مع التيم ده إيه؟ مرتين أخدنا بطولة ألمانيا في تحت 19 وأخدنا الكاس ألمانيا والعبنا في اليوسليك اليوسليك دي بتتلعب زي جول الشباب يعني بالضبط العبنا ضد ليفر بول سبوتين لسابون النادي النوربيجي مولد يعني واحد أخد كمان خبرات في أوروبا ضد أندية تانية من بلاد تانية تمام التجربة دي بقى انتهت ليه؟ وإيه طموحاتك بعد كده؟ أنا الطموحاتي طبعا بحب الكرة تحت الفوز تيم تمام يعني اللعيبة اللي بيطلعهم من النشئين اللي لسه محتاجين شوية بنحطهم في التحت الثلاثة وعشرين دول بيلعبوا درجة ثالثة في ألمانيا ويعني شباب واللي مميز قوي بنبنيه ونطلعه الفوز تيم تمام ده السيستم عمتا في ألمانيا كل فريق بيلعب بوندس ليجا فوز تيم عنده فريق تحت الثلاثة وعشرين اللي هو الساكن تيم بتاعه؟ الساكن تيم بتاعه تمام عدت من 2013 إلى 2014 بالضبط صحيح؟ بالصحيح كده بعد 2014 بروحت فين؟ انا بعد 2014 عملت تحليل كتير عندي علاقات كويسة مع بغسيا دوتموند بعتوني وانا شغال في فولسبوك في الكاس العالم 2013 في التركيا كان تحت العشرين وفي البطولة دي كانت مصر موجودة في تركيا وكانوا هم حطين عينهم على اللعيب اسمه جمعة اللي بيلعب دلوقتي في الأهري الرح سيراميكا صالح جمعة؟ ايوه صالح جمعة بزدد صالح جمعة هم كانوا دوتمود كان دوتمود في الوقت دوا خطين عينيهم عليهم على صالح جمعة ايوه بالضبط وقالوا لي عشان أنا مصري روح بص وقل لنا وعلمنا تقرير على صالح جمعة رحنا تفرجنا على بطولة كاس العالم هم لعبوا ضد شيلة انت بتقول لنا أخبار جديدة لعبوا ضد شيلة ولعبوا ضد العراق ولعبوا ضد أمريكا كانوا عندهم ثلاث موتوشا بس كان الفريق كابتن ربيع يسين مسكو بس اخسارة يعني هم طلعوا في الفرس راوند وكان الفريق المصري يعني كان محزوز يعني وكانش في البطولة دي جامد قوي وصالح جمعة يعني الاسف يعني ما جابش فانتدت لهم بقى تقرير مش بوزيتف عن صالح جمعة بالضبط بالضبط كانت فعلا كدوا وهما اختاروا العيب تاني تمام اختاروا مين بقى مكانوا ساعتهم اخدوا واحد لعيب عراقي بس العراقي يعني اخدوه جربوه ولعب كم موتش بس معرفش يعني السيستم الألماني وكوة الألماني يمشي فيها في البوندس لجاني طيب انت اخدتنا النقطة مهمة جدا لما فريق مثلا في البوندس لجاني دوري الألماني بيبقى عايز لعيب الاجراءات بتاعت التعاقد يعني من اول ما بيحطوا عنيهم على اللعيب لغاية لما يتم اتمام التعاقد المرحلة دي بيحصل فيها ايه المرحلة دي ببعتب كش contexto وتأخد وقت قد ايه بتاخد يعني على حسب لو في بطولة زي كاس العلم المرحلة دي ممكن يعني لو هو فعلا اللعب بطولة جمدة قوي ممكن المرحلة دي تبيع قصيرة جدا لو هو طبعا في كاس العلم بان ولعب موتوش جمدة قوي بس بتختصر الوقت كبير لأنه بيلعب على لفل عالي على لفل عالي مع لعيبه كمان على لفل عالي دي يعني ممكن الوقت يكون قصير جدا يعني ممكن كمان كفاية قوي لو اللعب هو البطولة ولا وجب يعني يعني يلعب كويس قوي ممكن على طول ياخدوه الدولة بعد البطولة دا بس عمتا هم بيعملوا سكاوتن بيفراجوا عليه اكتر من ثلاث اربع متشا عشان ممكن يكون فيه ماتش هو يعني يوم مش قبلية نايم كويس دي حاجة طبيعية احنا كلنا بشر يعني بيبعاتوا كشفين والكشفين دول بيبعوا ايه مش كشف واحد ياخدوا رأيه اربع كشفين يبصوا عليه اربع خمس مرات وبعدين يعملوا عليه تقرير يعملوا مدة معايشة على المانيا عشان كمان يشوف الجو في المانيا والسيستم في المانيا وهو من دماغه يمشي في التيم ويمشي في الجو بتاع اوروبا ولا يمشي طب بيعرفوه ازاي دي؟ كلام كتير يخلوه يعمل تمرين مع اللعيبة يخلوه يعمل احتكاك كتير قوي مع اللعيبة يعني بيودوهم زي كامب بياخدوه مع لعيب معين بس ده بالنسبة للعيبة الصغارة لكن لو لعيب كبير مثلا مش هيجي يقوله تعال اعمل فترة معايشة لا لا طبعا 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 فهيعرف الحت دي ازاي؟ ايوا دي يعرفها طبعا من اللاعب اللي هو بيجيجو في النتائج في الموتوشة اللي هو بيعملها دي يعني بيبعثو كشفين ولو هم شايفينه هو عالبوزيشن دوا محتاجينه بيجيبوه وبيتفقوه معاه ويعملو معاه كونتراكت عايزك تكلمني عن عمر مرموش كم موجود في فترة من الفترات فولفوسبورج وبعد كده موجود في سان باولي تاركا الثانية في الدوري الألماني هل هل عمر مرموش يعني سمعته جيدة في نادي فولفوسبورج اقدم اداء جيد اقدم مرضود جيد ايوا عمر مرموش ماشي جمعد اوي كان في الناشئين بتاعت فولسبوك بعدها طلعوا السيكيند تيم بس كان على طول باستمرار بيلعب في البروفيشنال تيم بس هو محتاج لسه شوية وقت عشان الفرق ما بين الفرس تيم البوندس ليجا يعني الاستي بوندس ليجا والسيكيند بوندس ليجا فرق كبير قوي هم قالوا عشان بس ياخد شوية لاعب وشوية خبرة عملوا عارة لزانباولي وماشي كويس جدا وانا متفاهم كويس قوي مع السبوتس ديريكتور بتاع بولسكور ايوه مدير الرياضة شمتك اسمه مستشمتك وهم عاوزين بعد السيزن دوا يرجووا على بولسبوك ويبقى أساسي في الفريق الأولاني يعني هو ماشي كويس جدا ويعني بالتوفيق ان شاء الله وشايف انه قدر يتأقلم مع الكورة الألمانية اكيد عشان هم دولوا فرصة دلوقتي في السيكيند ديفيجن وبيني وبينك السيكيند ديفيجن اجمد من الفرس ديفيجن الفرس ديفيجن عاوزها المنتل عاوزها تاكتك والسيكيند ديفيجن دي يعني فيها عمف وفيها أتليتيك كتير قوي وهو سابد وجوده يعني جامد قوي في السيكيند ديفيجن دي حاجة هائلة يعني انا اعتقد السيزن اللي جاي هنشوفه في متوشد بويسبوك في البولنس ليجا أكتر وأكتر عايز اعرف منك ايه المختلف في الدوري الألماني او في خطاعات الناشئين تحقيقية اللي احنا عندنا مشكلة كبيرة ايوه انه ممكن تلاقي لعيبة مصرين على مراحل الشباب والناشئين جايدين جدا وممكن يكسبوا المنتخبات الأوروبية بس أول ما بنعلى في المراحل السنية الاعلى بتلاقي كرف بعد او الجاب بعدت قوي بتلاقي هما بعدوا عننا بشكل كبير جدا النقطة التحول هنا بتحصل فيه ايوه انا احقول لك في ألمانيا فيه سيستم معين والسيستم ده جاه في 2004 كان فيه بطولة أوروبا وألمانيا خرجت في الفرست راوند في بطولة أوروبا جاء الاتحاد عمل اجتماع مع أكبر نوادي طبعا مع بايم يونيخ مع دواتمونت مع شتوتكات مع بولسبوك قالوا احنا لازم نغير الفكر في العلم بتاع الكورة أول حاجة عمله مش أي مدرب يمسك الناشئين أحسن مدربين بأعلى لايسنس لازم يمسكوا الناشئين عشان دي الكعدة الأساسي اللي مبنية كل حاجة عليها صحيح عشان كده حطوا أحسن مدربين بلايسنس معين ودرجات معينة يمسكوا الناشئين والناشئين دول بياخدوا تدريب معين وسكاوتينج معين وسيستم معين عشان يحضروهم شوية شوية للفرست تيم ده اللي حصل من الاتحاد الألماني ده قال لكل النادي اللي بيلعب في الفرست ديفيجن والسيكن ديفيجن لازم يكون عنده مدرسة كورة صحيح لازم يكون عنده أكاديمية مدرسة كورة خصوصي بأحسن مدربين للفرست تيم بإسم بويسبورغ بإسم دواتمون بإسم بايا ميونيخ يعني حوالي الأربعين فريق اللي بيلعب في الفرست ديفيجن والسيكن ديفيجن لازم يكون عنده المدرسة الكورة المدرسة الكورة دي بقى عبارة على إيه هو نايم واكل وشارب في المدرسة دي بيروح الصبح للمدرسة ويرجع بعد المدرسة وفي وقت المدرسة كمان في حصص كورة بيروح يعمل الكورة بعد التمرين بتاعه بنعمل إحنا مع إيه بنعمل مع دراسة بنعمل مع بسيشولوجية يعني كلام شخصيا عشان كمان نفتح له مخه ونحضره على الستاب التاني أما هي بيهة بروفاشنال الستاب التاني بتاعت البرفاشنال هيجي كتير في التلفزيون الفلوس هتكتر تعرف نهاردة الميديا الدكتال زي الإنستجرام والفيسبوك يعني هيجي حاجات عليه هو لسه مش عارفها إحنا بنحضره شوية شوية يعني بندله علم في الكورة بندله علم كمان طبعا لو جاله إصابة في المدرسة وفي اليونيورسيتي اللي الستاب التاني لهم من بيشيش في الكورة وطبعا كمان بندله العلم كشخصية يشق طريقه ودي يعني من الاتحاد الألماني موجودة أساسي في كل فريق اللي بيلعب في البونسليجة فاست ديفيجن والساكن ديفيجن لازم يكون الكعدة ديا والسيستم دوا يكون واحد السيستم واحد السيستم واحد في الأساسيات في الأساسيات من الاتحاد على كل الأندية على كل الأندية عشان اللعيبة يطلعوا بسيستم معين يعني في سن معين ياخد تدريبات معينة وسن تاني ياخد تدريبات معينة تانية بس كله ماشي في سيستم واحد طبعا بايا ميونيخ السيستم بتاعهم بيطبقوا على فريق الأولاني يعني مثلا دلوقتي أما الوقت كان بيب جواديولا ماسك بايام ميونيخ كان بيب جواديولا عاو السيستم معين للفريق اللي تحت الثلاثة وعشرين وتحت التسعة عشر ليه؟ عشان اللعيب أما هيطلع له يكون جاهز بس ده في التاكتكس كريم تتكلم اللي بيفرضه الاتحاد على الأندية هي الأساسيات اللي يعلق بالعلوم الأساسية اللي هو زي يتعامل مع السوشيال ميديا بزبط بزبط الأحمال البدنية تفاصيل اللي هي بتحافظ على النشط بزبط طبعا على حسب النادي الفكرة بتاعته والرؤية بتاعته ازاي دي هو بيحطها زي ما هو عاوز تمام ودي كل نادي بيعملها يعني على مزاجه يعني شايفين دلوقتي دواطمو تشغل كويس جدا في الناشئين بيطلع لعيبة صغيرة وبيلعبوا على طول في الفوسطين هم بيحضروا اللعيبة ويدلهم الفرصة وعنده 17-18 سنة يدلوا الفرصة يلعب في الفوسطين إيه اللي مخلي بايرنا ميونخ في حتة تانية عن كل الأندية الألمانية أنا أقول لك باير ميونخ ليه خلى السيستم في ألمانيا تغير خالص أول حاجة إدارة باير ميونخ جمدة جدا 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 يعني ناس واحد زي غومنيجا واحد زي قولي هونس أنا بكارن تملي باير ميونخ مع الأهلي في أفريقيا باير ميونخ في أوروبا الأهلي واخد كانوا لعيبة في الأهلي نجم كبير قوي زي الخطيب ماسك الإدارة نفس الحكاية في باير ميونخ عاوزين ابن النادي يمسك الإدارة واحد زي غومنيجا واحد زي قولي هونس واحد زي أوليفا كان دول كلهم كانوا نجوم جمدة قوي 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 هما لعيبة في باير ميونخ دول مسكين الإدارة عارفين السيستم كلعيب وعارفين كمان السيستم كإداري ودون عاوز يعني ناجح جدا 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 عشان باير ميونخ أما بيعملوا حاجة بيدرسوها مظبوط ويجيبوا المدرب اللي يفيدهم مش سيزن واحد اللي يفيدهم كذا سيزن عشان كده باير ميونخ يعني 8 سنين و4 يوم واخد الدوري الألماني وماشي يعني رهيب جدا هل في من اللعيبة المصريين كان فيه أنداء ألمانيات تتكلم عليه أو ممكن يكون موجود هناك الفترة اللي جاية يعني على فكرة كان من حوالي قبل ما صلاح يروح على ليفا بول كانوا هم مكلمين على محمد صلاح باير ميونخ عشان كان أغين غبم وغبغي اللي بيلعبوا على الوينج اليمين ووينج الشمال كانوا ماشيين خلاص بيفنش كانوا آه بالضبط يعني كانوا دخلين كده على التلتنات وكانوا بيفكروا يعملوا عقد مع محمد صلاح بس محمد صلاح كان مش حابب يلعب في ألبانيا هو كان نفسه يلعب في اندلترا عشان الستيب الأولاني من بازل على شيلزي معرفش يعمله راح على أقطاليا زي ما احنا كلنا عارفين وهو كان يعني عنده مجود جدا 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 وعاوز يلعب في اندلترا ويثبت وجوده في اندلترا وإحنا عارفين كلنا الدوري الإنجليزي هو يعني يعتبر هو الدوري المرة واحد في أوروبا في العالم كله بعد بقى التجربة بتاعت فولفوسبورج انت بتقولت لي جالك عرض من أحد الأندية وما كملت ليش بقى المشوار بعد كده المشوار اللي بعد كده يعني فضلت في الكورة طبعا عملت سكاوتينج وأنا بنزل يعني احنا عندنا زي شركة في ألبانيا الشركة دي بتشتغل مع الاتحاد الكورة الألماني وهما بيبعثونا على بلاد اللي في الكورة مش نمرة واحد زي الصين زي تايلاند زي في أفريكيا كذا بلد زي بلاد العربية زي البحرين بنروح ندي دورات للمدربين اللي هناك بسيستم وفكر وعلم ألماني يعني الاتحاد الألماني متفق مثلا مع الاتحاد البحريني بننزل ونعمل زي كورس للمدربين اللي موجودين مثلا يعني في البحرين وندلهم الكورس الفكر والعلم الألماني دي عملناها احنا في البحرين عملناها في العمان في البلد العربية يعني عملناها في الصين وعملناها كمان في تايلاند ودلوقتي طبعا عشان مشكلة الكورونا الموضوع واقف شوية ده أنا يعني ماسك كسم بحاله مع مدربين ألمان وبنشتغل في السيستم ده ده خلك تبتعد عن أرض الملعب وأن أنت تكون مدير فاني لا طبعا أنا يعني دي طبعا في الدم المدرب أساسي وطبعا أنا يعني اللي أنا نفسي فيه أبي مدرب أمس كتير الفكر اللي أنا تعلمته في ألمانيا والخبرات اللي واحد أخدها في الانتشيبينج في هولندا أسبانيا مع مدربين عالميين وإنجلترا نفسه واحد يطبقه مثلا يعني في البلد العربية عشان يعني أنا شايف في بلاد العربية نقص لها في العلم الكورة حاجات يعني لازم ناخدها من أوروبا عشان الكورة بقت علم صحيح يعني مش بقت خلاص يعني أنا عندي لعيب كويس وهكسب المتش لا دي بقت علم وبقت تاكتك وبقت يعني زي دراسة صحيح وعشان كدوان يعني أنا نفسي الخبرات اللي واحد أخدها والعلم اللي أخده من أوروبا يطبقوا في بلد العربية هل توصلت مع الاتحاد المصري في أي شكل من أشكال التعاون ما بين الاتحاد الألماني والاتحاد المصري اه إحنا كنا بننكلم في النقطة ديان مع مين مع مع اللجنة الحالية ولا للجنة السلوطة لا اللجنة الأديمة هاه الهيمين اللي هي لجنة الخماسية لا الي قبليها الاتحاد أيوة بالزبت وبعدين وقفنا طبعا الكلام عشان حصل شوية دروب يعني في الاتحاد بس إحنا عندنا علاقات كويسة إحنا كمان عشان أبي صريح يعني بالاتحاد الألماني وقفنا كمان عشان موضوع الكورونا يعني ألمانيا بقى لها دولتي بتشهر ثلاثة الصدق اللي فاتت بقفولة صحيح حتى بس الدوري البونس ليجا للشغال الناشئين كله واقف ومش عارفين هنكمل ازاي بس إن شاء الله يعني النية من الاتحاد الألماني نويين في بلد زي مصر زي الكورة اللي فيها نمرة واحد الرياضة النمرة واحد نطور الكورة ونجيب العلم دواً كمان على مصر عن طريق الاتحاد طب أخيراً كابتن إسلام عايز أعرف منك إزاي نشوف وجوه تدريبية مصرية موجودة في الدوريات الأوروبية وتحديداً البوندس ليجا بما إننا إحنا مش عارتون نشوفهم هنا يعني فنشوفهم بره على الألف نشوفهم إزاي بره كابتن إبراهيم أنا ممكن أقولك حاجة أنا جاي عزومة من ألمانيا أنا بقالي دلوقتي حوالي سنة عشان موضوع الكورونا منزلتش على مصر أنا جاي لي دعوة من جماعة هولنديين عاوزين يعملوا سيستم هولندي مع ألماني مدرسة كورة في مصر المدرسة دي أنا شايفة ناجحة قوي عشان الكورة الهولندية وكورة الألمانية هما بيدوا يعني أحسن علم للعيال الزغيرة والناشئين ودول مطبقين شغل ويفتحوا ولا فتحوا دلوقتي أكاديمية نوان أنا جيت الافتتاح دوان وعملت كمان كذا تمرينة وراتهم السيستم الألماني وهم قالوا يعني دي حاجة هيلة جداً 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 إحنا نويين بالسيستم دوان اللعيبة التالنت اللي بيتعلموا بالسيستم في مصر الهولندي والألماني نوديهم إن شاء الله مدة معايشة على ألمانيا ولا على هولندا ده بالنسبة للعيبة لأنا أتكلم بالنسبة للمدربين عم بالنسبة للمدربين إزاي نشوف مدربين بره الطريقة اللي ممكن بيه هنشوف أسماء بتدرب في الدوريات الأوروبية وتحديداً الدوري الألماني يعني أنا ممكن أفتح يوتيوب ولا أفتح فيديوه بس دي مش هتعلمني زي ما أنا واقف في الملعب وبتعلم الدراسة في ألمانيا بتبقى نظري وعملي في الملعب يعني ما إحنا بناخد الكورسات بناخدها أول حاجة نظري وبعدين بننزل الملعب ونطبق الشغل دواما إحنا عندنا فكرة كنا قبل الموضوع الكورونا كنا ندي اللايسنس من ألمانيا هنا هو في مصر بس لسه بنتفق مع الاتحاد المصري وإن شاء الله يكون فيه توفيق نطبق الشغل اللي في ألمانيا والليسنس الألماني نديها هنا هو للمدربين المصريين كابتال إسلام أنت شرفتنا هنا ورطنا هنا خليك واتشرفت بوجودي معاك لأن أنت واحد من النمازج المصرية الشابة الجميلة اللي كلنا نفخر بيها شرفتنا ونورتنا وكل التوفيليك إن شاء الله يرى بالفترة اللي جاي إن شاء الله شكرا جزيلا بعد الفاصل كابتننا الجميل الكبير كابتن دياء السيد هو واضفنا بعد الفاصل خليكم معانا اشتركوا في القناة